تحريك الناس باستخدام بوبيليت لو احنا من المستخدمين الادام في 3D Max ممكن ما نكونش نعرف الابديت المهم اللي نزل في Max 2014 وانت طالع حاجة اسمها بوبيليت بوبيليت دي اسهل طريقة عشان نضيف ناس بتتحرك في المشهد بتاعنا بمجهود بسيط جدا يلا نتعلم الاداة دي ونضيف مشاه في الشارع بتاعنا يلا نمسك الشارع وحنعمل له isolate وهنعمل layer جديدة للمشاه علشان يلاقي اداة بوبيليت دي هلاقيها موجودة هنا في الربون هندوس على الزرار الصغير ده هنا علشان نشوف الربون دي كاملة ودي ادوات البوبيليت اول زرار هنا create flow وهنا العرض بتاعه بالمتر حاليا عرضه 7 متر هندوس على create flow ونقرب من الشارع وهندوس علشان نحط خط البداية هنحرك الماوس وندوس على النقطة التانية click main عشان ننهي الخط بتاعنا وclick main كمان علشان نخرج من الامر خالص ودلوقتي فيه flow من المشاه اتعمل النقطة الزرقة دي هي رجالة بتتمشى والنقطة البنبة دي هي ستات بتتمشى بس هم دلوقتي مش بينين عندنا في المشهد علشان يبانوا لازم ندوس simulate لما بندوس simulate الماكس بيعمل المشاه دول ولو دوسنا play هنلاقيهم بيتحركوا على خط الفلو ده وده بالنسبة للناس اللي بيتمشوا فيه ادوات تانية للناس الوقفة هندوس على circular idle area من هنا وحنعمل دايرة فيها ناس وقفة وهندوس simulate والماكس هيحط مجموعة للناس معمول لهم animation في المساحة دي ناس وقفين او بيكلموا بعض او بيتكلموا في الموبايل عندنا هنا تلات اختيارات علشان نعمل مساحات فيها ناس وقفة يا اما دايرة زي دي بالزرار ده او مستطيل بالزرار ده او شكل حر كده بالزرار ده وطبعا بعد ما بنرسم الاشكال دي بندوس simulate عندنا برضو اداة بنعمل بيها ناس قعدة من هنا هندوس على الزرار ده وبعد كده هندوس في المشهد فبيتعمل لنا شخص واحد قعد هندوس simulate وقادي الناس اللي قعدة وبالمناسبة الاشكال البيضة اللي تحت الناس دي ما بتظهرش في الرندر هما بس في المشهد علشان نختارهم ونعدل فيهم تعالوا نتعمك اكتر شوية ونشوف ايه الحاجات اللي ممكن نعدلها هنبدأ بالcreate flow نقدر نغير عرض الفلو من هنا من سبعة متر مثلا لعشرة متر ودلوقتي بنرسم flow اعرض ودايما نتأكد ان الخطوط بتاعة الممرات اللي على الرسمة دايما بينة لو الرسم قلب ابيض زي كده ده معناه انه مش هيشتغل فنتأكد ان خطوط الحارات ظهرة قبل ما نحط النقطة اللي وراها وطول ما المشاه هيمشوا ويدوروا بشكل طبيعي فالماكس كده ما عندوش مشكلة انه يعمل لنا الناس دي بعد ما نخلص هندوس right click علشان نخرج من الامر وهندوس simulate ملحوظة سريعة لو مساحنا الشكل اللي تحت الناس كده الناس مش هتتمسح automatic حتى لو مسكت الناس ودست delete مش هيتمسحوا برضو الطريقة الصح هي انك تمسح الشكل اللي تحت الناس وبعدين تدوس simulate وكده هيتمسحوا حاجة تانية نخلي بالنا منها وإحنا بنعمل flow هي ان ال flow معمول بمدة 300 frame وبعد كده مش هنقدر نشوف الناس فلو الانيميشن اطول هنحتاج نعلي عدد الفريمز من هنا قبل ما ندوس simulate نقدر نعدل في ال flow لو مسكنا وروحنا لموديفاي كده فنقدر نعدل العرض من هنا وندوس simulate بقية الاختيارات عندنا سهلة واضحة نقدر نعدل المسافات اللي ما بين الحارات من هنا ونقدر نغير اتجاه الماش قدام او وراء او حابة ماشين كده وحابة ماشين كده من هنا تحت كلمة portals هنا عندنا sliders زي density لو سحبناها لليمين ودوسنا simulate كسافة الناس هتزيد السلايدر التانية اللي تحتيه بيتحكم في سرعة الماش بطيق ولا سريع والسلايدر اللي تحتيه بيتحكم في نسبة الناس اللي بتجري ولا ما بتجريش ممكن يكونوا بيمشوا بسرعة بس مش بيجروا او ممكن نخليهم كلهم يجروا وزي ما قبل كده الازرق للرجالة والبنبة للستات ونقدر نتحكم في النوع من هنا ال idle areas بقى لها اختيارات تانية عندنا slider للكسافة وسلايدر تاني لو وقفين كل واحد لوحده او في مجموعات ولو وقفين في مجموعات نقدر نخليهم مجموعات اتنينات او تلاتات وسلايدر الرجالة والستات طبعا وعندنا هنا التوجيه للأفراد وده مش هيشتغل مع المجموعات فاحنا حنحول اللي وقفين من مجموعات لأفراد الأول وهنقلل ال spread من هنا وكده كلهم بصين في اتجاه واحد ومع تغيير ال orientation اللي هو التوجيه نقدر نغير الاتجاه اللي هم بصين له ولما بنعلي ال spread كل واحد بيبص في اتجاه مختلف ودي اعدادات الناس اللي وقفة سابتة عندنا هنا زرارين لadd و subtract لل idle areas اللي احنا مختارنها فلو اختارنا subtract ورسمنا دايرة فهنعمل مسح بالدايرة كدهو او نعمل مسح بالrectangle كدهو ونقدر نستخدم ال add علشان نضيف مساحات للأرض اللي احنا مختارنها وبعدين بندوس simulate وهي دي الاختيارات بتاعة ال idle areas عندنا بعض الاختيارات للناس اللي قاعدة الصندوق اللي قاعدين عليه مش هيبان في الرندر دا مجرد للتحكم واحنا اللي بنحط موديل الكرسي او الكنبة بعد كده لو مسكنا البوكس دا وروحنا لموديفاي نقدر نتحكم في نوع وارتفاع الشخص اللي قاعدة دلوقتي الناس دي low poly معمولين خفاف بماتريالات خفيفة حلوين لو هنشوفهم من بعيد بس لو قربنا هم مش واقعين قوي auto disk عملت لنا اختيار ان احنا نعلي ال quality بتاعة الموديلز والخمات علشان اللقطات القريبة بس ال option دا مش معمول له setup في الماكس علشان نشغل الناس اللي جودتهم عالية هنمسك واحد من الناس هنا وهندوس switch resolution من هنا بما ان ال data بتاعة ال high quality مش متسطابة في الماكس فالماكس هيفتح لنا موقع وهينزل فايل اسمه auto disk populate high resolution الفايل دا حجمه 589 ميجا هنعمل double click للفايل دا من هنا وهندوس accept هنعلم على نسخ الماكس اللي عندنا وهندوس install ولما التسطيب يخلص هندوس ok وبكده معانا الناس اللي جودتهم عالية متسطابين هنمسك الشخص دا تاني وهندوس switch resolution والراجل دا هيتعمله update لشخص high poly وجودة الرندر بتاعته هتبقى اعلى تعالوا نمسك واحدة من الستات اللو poly اللي بتجري ونعمل لها render من قريب ودلوقتي هنعمل switch resolution ونعمل render تاني تعالوا بقى نقارن الاثنين renders من ال v-ray frame buffer history هندوس الصورة القديمة وهنخليها A والجديدة هنخليها B ونشوف الفرق هنلاحظ الفرق في ال wish وال jacket وال pantalon لو حابب تمسح شخص معين من flow في زرار delete مخصوص لكده في حاجات تانية بتساعد هي الأدوات دي هنا لو دوسنا على زرار edit flow من هنا هنقدر نضيف نقط بالزرار التاني هندوس على الزرار التاني ده وهندوس على flow علشان نضيف نقطة هندوس على علامة ال plus اللي هنا وبعد كده هندوس على flow points وهنقدر نحرك النقط ولما نخلص هندوس simulate الطريقة دي كويسة لو هنحرك النقط في ال x وال y بس لو حركنها في ال z هتحرك جسم الفلو كله لفوق فلو عايزين نحرك نقط معينة في ال z هنحتاج نعمل ramp عشان المشاء يطلعوا وينزلوا عليه وعندنا أداة لكده الأداة دي اسمها create ramp وبتشتغل على segments فهندوس على flow segments من هنا وهنختار segment اللي عايزين نحركه وهندوس على create ramp لما دوسنا على create ramp الماكس قسم segment اللي احنا اخترناه لثلاث حتة هنمسك الحتة اللي على الشمال وهنحركها لتحت في اتجاه ال z ونخلي بالنا برضو ان خطوط الحارات اللي على الجسم ما تقلبش أبيض لو قلبت أبيض ده معناه ان الميل شديد جدا والناس مش هتعرف تتحرك عليه بطريقة طبيعية هنزبط الارتفاع وهندوس simulate ودلوقتي الناس بتتحرك طلعوا نزلة على ramp لو حبينا ننزل المشاة دول من على ارتفاع معين في الزد وما قدرناش نعمل الميل لأنه كان شديد جدا ساعتها هنحتاج نعمل span أطول للرامب بتاعنا علشان يكون التحرك طبيعي خليني أشرحها لكم هنشغل segment selection بأننا ندوس هنا وهنمسك segment ده وهندوس create ramp وده طول اللي span بتاع الرامب بتاعنا اللي الناس هتطلع وتنزل عليه فلو عوزنا ننزلهم من الارتفاع ده لمستوى الشارع الحارات هتختفي والفلو مش هيشتغل أصلا إلا إذا حرقنا الـ segment ده وزودنا طول الـ span ودلوقتي نقدر ننزل لتحت لحد لما نوصل لمستوى الشارع هندوس simulate والمشاة بيتحركوا عادي جدا طلعين ونزلين لمستوى الشارع ودي كانت كل حاجة عن أداة populate أداة قوية وسهلة علشان نضيف ناس في الانيميشن الجاي اللي حنعمله